لا يرضى إلا بالآناقة وحسن المظهر وعن البابيو الحمراء لا يستغني لا يمكن إلا أن يكون ابن منطقة تبودا بسبدو بولاية تلمسان أحمد بوعناني أحد أشهر الراغبين في الترشح لرئاسية أفريل القادم طموحاته كبيرة وخياله واسع محبوه وداعموه يتسابقون على ملء استمارات الترشح ومنح إمضاءاتهم برنامج الرائس حميدة كما يحل لأصدقائه تسميته طويل وعريضة سان أورو تولي بسات سان ميل هذي الشباب نعطيهم يدرون لكيوسك نعطيهم يدرون لكيوسك يخدمون يمارسي يبيع يجري عندها لليبرتية تطال الكنديسيون الممنوعات اللي ينتبق عليه القانون إن شاء الله بإذن الله راني دائرة دائرة خمسالاف ساكن في كل ولاية كل ولاية صدق نبي الديابة الديابة نحن نقضي عليهم الرشوة ما كانش قلقنا عدت الله وعلى الراشي والموترشي واللي بينهم اسماتوا الشباب قلق لكم البنقراطية أنت على الإدارات أنا على بليبيا الرئيس كل الوزير يجيبوه رامي بنته الحاجة والسجراء راني هنا في السبدو على باليكم سبيس باس وبصفته فنان كوميدي خطابه الذي لا يخلو من المرح والدعابة كسبته شهرة فاقت كل الحدود قبل الأوانة نقول لكم حاجة أراها لأسقاق إينا ما أقول لما الشيساء لأسقاق تحية تحية لززاير وعن منتقدي طريقة كلامه يرد أحمد وبالثقيلة الموتر هو أرتيس سمع الله كما لبارح كان قال قال لي في انترفيو دلوا معاه شاقلهم قال لهم وراهم هنا هنالي المهرجين خاطر عليش غار من ناق ورأي دفع على روحة حظوظه بالظفر بكورسي الرئاسة حسبه جعلته محل مساومات عديدة لكن كلها باءت بالفشل مع أحمد حزب صغير ما بينش وعايت لي في التليفون بيعلاتي وقلعات مهذا المراض هذا اسمته شابيبا أنا من نشرق من نبع من نشرق أنا راني معكم الشباب روح يا الرئيس رانا معاك كلمات يرددها كل من يلتقي حميد بالشوارع فزادت طموحاته ومن هنا بدأت الحملة